بلال ايه كواليس رابط شركة النادي الاهلي التعاقد مع مهاجم اجنابي ده عنوان برضو انت حطه هنا كان فيه كلام كتير جدا نطلع ان الاهلي كان ما تعاقدش مع مهاجم اجنابي عشان خاطر ما فيش دولارات كلام ده ما فيش ايساس ما الصحة عشان فيه احد الرعاة النادي الاهلي وفر للنادي 2 مليون دولار عشان خاطر يقدر يتعاقد مع مهاجم اجنابي قوي خلال فترة المتخلاط الشتوية الماضية لكن شركة القرى داخل النادي الاهلي كان لها كلام تاني وكان لها رأي تاني ان هم يكتفوا بحسين بمحمد شريف وقهربة وشاد حسين ان هم شايفين ان هم كانوا يقدروا يقوموا بالمهمة مقابل التعاقد مع احمد القندوسي عشان خاطر حاجة الفريق لي خلال مرحلة المقبلة يمكن شركة القرى هي اللي كانت السبب في تأجيل التعاقد مع المهاجم الاجنبي وليس ازمة الدولارات كما انتشر مؤخرا لكن هي شركة القرى كانت شايفة ان النادي الاهلي في الوقت ده ما كانش محتاج راس حربة خاصة في ظل يعني عودة الشريف لمستوى قبل خوضف على الكاس العالم للانديا وقهربة خاصة وكانوا شايفين ان الاتنين قادرين على صناعة الفريق لكن جاءت الصدمة بقى من استبعاد اصلا كلار لشاد حسين في الكاس العالم هو برونو سافيو برونو سافيو حدوطة كبيرة جدا داخل الاهلي يعني اقولها برضو كمان بعد شواء ان شاء الله بإذن الله لكن هي دي هي دي التفصيلة ان شركة القرى فضلت التعاقد مع محمد القدوسي بدلا من مهاجم وتأجيل المهاجم لفترة انتقالة سافيا المقبلة فضولي خدني قبل ما اطلع فاصل يحكي برونو سافيو برونو سافيو هيدي له فرصة لنهاية المسي هو مشكلته مع برونو سافيو مشكلة انه هو غير جهاز بدنيا يعني هي مشكلة سافيو مع كولر مع سافيو وغير جهاز بدنيا وكمان كان بيجيبه حتى في الأوقات الراحة اللي بيحصل على العب تلالي كان بيجيب يحط له برامج تدريبية بياخدها اللعب الوحد هو كان طالب برحيله على فكرة في يناير اللي فات لكن خلاص ما مشيش واستمر فبناء عليه هو هيدي له فرصة لكن القرى عند اللعيف في النهاية هو دلوقتي القرى عندك انت لكن كولر مش مرحب فكرة التواجد سافيو شايف ان هو اقل من النادي الاهلي واللي هو لازم يبقى فيه بديل اقوى من كده لكن هو حاليا سافيو هيتطر كولر يستخدم سافيو خلال ما حالا مجولا نظرا لقلة اللعيبة اللي موجودة في مركز الجناح اوقف خطر جمع في النادي الاهلي لكن سافيو بنسبة كبيرة جدا في نهاية الموسم خارج النادي الاهلي